اشتركوا في القناة ام خير عميم وكيف اصبحت التكنولوجيا نوعا من الادمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وبعده احييكم بتحية اهل الجنة وتحية اهل الجنة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك فضيلة الشيخ مرحبا بك في قناتنا الهباب تي في كيف تصبح التكنولوجيا نوعا من الادمان التكنولوجيا هي مدخل من مداخل الادمان لا شك في ذلك كما ان التكنولوجيا كذلك هي مدخل من متاخل التطور العصري فالإنسان يحتاج الى التكنولوجيا في كل شيء ولا يخفى على إنسان عاقل ما تقدمه التكنولوجيا للعالم اليوم من تطور في كل المجالات ولكن الإنسان لسوء استخدامه للتكنولوجيا وصل إلى حد الادمان والادمان هو تعلق الإنسان وتعلق الحالة النفسية والسلوكية للإنسان بالتكنولوجيا ثم تصبح لدى الإنسان شيئا أساسيا لا يستطيع أن يتخلف عنها يبذل من أجلها المال الكثير ويبحث دائما عن أرقاها وعن الأمور التي تواكب العصر وتغير من سلوك الإنسان من سلوكيات الإنسان ومن ذهنيات الإنسان فيصبح الإنسان بذلك في حالة يرثى لها كيف يؤثر الإدمان التكنولوجي على التعارف وتألف وتكالف بين الشعوب لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من ذكر وأنثى قال جل وعلا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالله سبحانه وتعالى جعل التعارف هذا وتقارب الناس سنة إلى قيم الساعة والتكنولوجيا اليوم ساهمت بشكل كبير في تعارف الناس فصار الواحد يعني في بلد معين يعرف إنسان يعني في بلد آخر أو في قارة أخرى يبعد عنه يعني ألف الكيلومترات ولكن يتقرب منه ويتعرف عليه وساهمت بذلك التكنولوجيا يعني مساهمة كبيرة جدا وقربت الحضارات من بعضها البعض وقربت ثقافات الناس فأصبح الواحد يعرف يعني عن البلدان الأخرى وعن ثقافات الشعوب الأخرى يعرف عنها الكثير بسبب التكنولوجيا ويعني بسبب ما تقربه التكنولوجيا إلى الإنسان يعني كما أنها ساهمت أيضا التكنولوجيا يعني ساهمت في تقارب الشعوب وتقارب الثقافات بشكل كبير وبشكل ملفت غير أنه لها أيضا آثارها السلبية حتى في هذا الجنب وفي هذا الباب نعم فكما أنها جعلت الناس تتعارف جعلت الناس أيضا يعني جعلت قيم جديدة تدخل على المجتمع وتدخل على الأمة وجعلت الناس تقلد بعضها البعض يعني حتى في أتفهي الأشياء ثم جعلت شبابنا خصوصا بما أننا نتحدث عن شبابنا ونتحدث عن أمتنا الأمة الإسلامية جعلت أبنائها يعني يقلدون باقي الحضارات في السلوكات غير لائقة وفي السلوكات تجعل الإنسان يتنازل عن كثير من قيمه وعن كثير من مبادئه فالإنسان حتى وإذا كان هناك تعارف وتقارب فلابد على الإنسان أيضا أن يحافظ على هويته ويحافظ على تقاليده ويحافظ على أصالته لأن ماضي الأمة يعني وحاضرها ومستقبلها والماضي هو ذكرة الشعوب كما قال ابن خلدون عليه رحمة الله فالإنسان يتعارف ولكن لا يجلب يعني التعارف هذا لا يجلب به الأفكار السلبية والأمور السلبية إلى بيته إلى مجتمعه إلى إخوانه إنما يتعارف في حدود المعقول فقط يعني في حدود المعقول فقط